هاي جايز انا احنا النهاردة جاي بفيديو دي اتحابب اتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا الا وهي لو انت مخطوف تعمل ايه اول حاجة لازم تستخدم كل حوايسك اللي انت تعرف انت فين حواليك كم واحد لو في ناس مخطوفة كمان زيك ولا حاجة اا لو فيش اباك تبصوا منه تشوف انت في كين مسلا في جامعة في جنيسة في اي حاجة تاني حاجة لو انت مخطوفة عربية ولا حاجة اول حاجة اللي انت تاخد المفتاح بتاع العربية يعني هو مش حيبة بممكن في كل ظروف بس لو مسلا مفتاح موجود تاخد المفتاح بتاع العربية وتقطع زرار من الاميس اللي هو بيبقى الزرار الصغيرة دي وتحطها في مكان المفتاح واهم حاجة اللي هو يبقى حاجة حتى لو مفيش زرار ممكن اي حاجة صغيرة الفكرة اللي هي تمنع المفتاح يتركب تاني تاني حاجة تهرب طبعا وترميل المفتاح في اي حتة اما بقى لو انت مخطوف في شنطة العربية اول حاجة اه الوقت العربيات الحديثة بقى موجود فيها ايد او زرار من جوة الشنطة عشان تقدر تفتح الشنطة اما العربيات القديمة ما نفعش النظام ده بس اه ممكن يعني ممكن تشيل الفرش وتعملها بايه دك كده وهتتفتح يعني اه او تقط تخبط في الكنبة اللي غرا وهتتلاح تتفتح وتطلع تاني حاجة بعد ما تعمل كده مفروض تعمل برضو زي ما قلت في الاول اللي انت برضو اي حاجة صغيرة تخشر بيها مكان المفتاح عشان تبقى النسبة له العربية دي يعني مش هيقدر يستفيد بيها في اي حاجة اه بعد كده لو انت مثلا متكتف مربوط وكده اول حاجة تحاول تستخدم اي حاجة في المكان اللي انت مسلا لو انت مربوط بحابلة او بلزاء او حاجة تحك مسلا ايدك في الحيطة فاللزاء يتقطع او اي حاجة موجودة حد سكينة اي حاجة موجودة فالمكان تستخدمها او لو مثلا مرحبا تخلي معك چطر اي حاجة تخلي معك مثلا قطر صغير اوám ملاودة صغيرة بتنسعك في الحاجات دي وفي طريقة تقدر تستخدمها هتساعدك في اللي انت تفك اي لزاق او اي حاجة مكتفاج تفكها من ايدكم من رجلات كمان تعمل اي لو انتم معمولين باللزاق كده ماشي مخطفين وعلى فكرة الموضوع ده يمشي لو هو في لزاق او لو حتى مثلا ايه اللي بتجمع بالسلوك وبتنظم السلوك برضو بس اللي بتنظم السلوك حاوله تشدها اقصى حاجة تعمل اوفي الحتة اللي زادي دلوقتي هتدي كده كأنك بتجيب ايدك لجوه فانت متعمل كده ماشي وبكوه هتتلاقي اللي هي فكت كده فكت ثاني بس فهياء كده هتتلاقي فكت على طول نجا بقى نعمل في الرجلين بعد كده الرجلين انت هتعمل سكوات ماشي هتجيبها كده بالجنب ماشي وبعدها تعمل سكوات هتتلاقي فريدت بس سكوات وهتمنى لو الفيديو اعجبكو تعمل لايك تشترك في القناة وتشغل الجراس عشان ما نفتكش اي فيديو ولو حاسس الفيديو مفيد فعلا حاول تشغيرهم مع الناس عشان ناس تستفيد وتحمل نفسها وفي اداة حاجة اسمها دي كنت حابب اشتريها عشان اشرحها لكو وعمل مراجع عليها الفكرة منها اللي هي بتعمل صوت نوزيج جدا صعب اللي حد ما ياخدش بياله منه بس الاسف ماش موجودة في مصر يعني اي حاجة مفيدة مش هتتلاقي في مصر طبعا كانت موجودة في موقع السوق بس الخلصة يعني بس اول ما تيجي هاشتراعها طلب وهم المراجع عنها ويه السلام اشتركوا في القناة